السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشرت في الآوينة الأخيرة مجموعة من الفيديوهات المسجلة على السواحد الشمالية في عدة مناطق في بعض الدول العربية واللي منهم مصر وليبيا وبيظهر فيها أصوات مجهودة المصدر واللي رجحه كتير من الناس النصوت أكبر مخلوق موجود في عالم البحار والمحيطات ألا وهو الحوت الأزرق والمزاعم دي أدخلت على قلوب الناس الفزع والخوف وانتشرت بينهم أساطير وحكايات بتنزر بخطر محتم ومصير ملوش ملامح واضحة وده شيء بديه جدا لأن المرأة عدوه ما يجهل وكل اللي خلف الستار بيمثل مصدر خوف وبيخلينا دايما في حال الترقب مستمر وبالرغم من أن الإنسان بيميل لكشف الغموض وتحر الحقائق لكن للأسف ده مش بيحصل بالدقة المطلوبة ولا الأسلوب الصحيح في جمع المعلومات ومن السهل نصدق الأساطير والخرفات لأنها بتشبع جانب الفضول والخيال عنده كل واحد مننا لكن ده في النهاية بيكون مرضه للجهل وبالرغم من أننا عادة ما بنعملش حلقات بنتكلم فيها على الأحداث اللي بتحصل أول بأول لكن حبينا نعمل فيديو نوضح فيه طبيعة الأصوات دي وممكن يكون مصدرها إيه أهلا بيكو في عشوائيات أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن أصوات غامضة من أعماق البحار وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول الحيطان الزرقاء تعتبر أكبر السديات اللي موجودة على سطح الأرض بيوصل طول البلغ منها لحوالي 31 متر وعلشان تقدر تتخيل الحجم العملاق ده طوله يقارب ارتفاع مبنى مكون من 10 طوابق أما عن كتلته فبتبلغ حوالي 160 طن وبالكتلة الهائلة دي بيتحرك الحوت الأزرق وبيخوت في المحيطات المختلفة دايما وبيتواجد بعيد تماما عن الشواطئ والغذاء الأساسي للحيتان الزرقاء هو نوع من القشريات اسمه الكريل أشبه بالجنبري بيأكل الحوت الأزرق يوميا كمية بتوصل لأربعة طن من الكريل وخصوصا في فصل الصيف أما بقى عن طبيعة أصوات الحوت الأزرق فبتبقى دايما على شكل نبضات صوتية شبيهة بصوت جهاز إنذار متقطع وأحيانا بتبدو كأصوات احتكاك مبرد بقطعة من الخشب وبيتروح تردد الصوت ده ما بين 15 و40 هرتز وده أقل من الترددات اللي الإنسان بيقدر يسمعها بوضوح وبالرغم من إنه على الورق الإنسان بيقدر يلقط الترددات اللي تتروح من 20 هرتز ل20 كيلو هرتز إلا إن الإنسان بيقدر يستشعر الصوت بشكل واضح لما بيكون التردد ما بين 1 كيلو هرتز و4 كيلو هرتز وعلشان كده من الصعب جدا إننا ندرك أصوات الحيتان الزرقاء خصوصا لو إحنا على الشاطئ والحيتان متركزة في الأعماق بعيدا عن السواحل وبيستخدم العلماء أصوات الحيتان علشان يعرفوا الكسافة العددية للحيتان الموجودة في منطقة من مناطق المحيط ويقدروا عن طريقها يدرسوا توزيعهم الجغرافي لكن ما تمش الكشف أبدا عن سماع أصوات الحوت الأزرق على الملأ في الهواء الطلق ودايما كان بيتم رصدها باستخدام أجهزة ومكبرات صوت مصممة خصيصا للسبب ده من ضمن النمازج لأصوات الحيتان الزرقاء الحقيقية اللي تم رصدها بالفعل بأجهزة الرصد العلمية هي أصوات الحيتان الزرقاء في شمال المحيط الهادي والتسجيل ده تم بالقرب من جزيرة فانكوفر وكاليفورنيا وواشنطن وغيرهم كمان وكان التسجيل زي اللي هتسمعوه دلوقتي ده أما تاني نموذجه هو تسجيل لصوت الحوت الأزرق عام 1982 في المحيط الأطلسي واللي كان على شكل أنين مطول والتردد كان حوالي 19 هرتز واستمر لمدة 16 ثانية ولأن الصوت بيبقى ضعيف جدا بالنسبة للبشر فبيتم تكبيره عشرات المرات علشان نقدر نسمعه والصوت اللي تم تسجيله وقتها كان كالتالي وآخر نموذج معنا هو اللي تم تسجيله في الشمال الغربي للمحيط الهادئ بالإضافة لشمال جزر الحواي وكان برضو عبارة عن أنين استمر قرابة العشرين ثانية وكان التردد بتاعه ما بين 20 و23 هرتز وهو ده الصوت اللي تم نرصده بعد ما سمعنا مجموعة من التسجيلات الحقيقية والمرصودة لصوت الحوت الأزرق مهم أننا نتعرف على طبيعة انتشار الموجات الصوتية في وسطين مختلفين زي المية والهوى الصوت هو زبزبات وطاقة بتنتشر في الوسط وبتحتاج أن جزيئات الوسط ده تساعدها في نقل الطاقة من نقطة للتانية وبما أن الهواء جزيئاته بعيدة عن بعضها وفي حالة اتساع كبيرة في حجم الغازات اللي بيتكون منها الهوى فبيكون من السهل أنه يتم توليد أي موجة صوتية في وسط زي الهواء لكن من الصعب أنها تنتشر لمسافات طويلة لأنها بتضعف مع المسافة نتيجة التباعد بين جزيئات الهوى فيضوب بيقدر الجزيئ الواحد يشيل الطاقة ويوصل للجزيئ الأقرب ليه ويدهاله وعقبال ما يحاول يديها للبعده بتكون الطاقة بدأت تتلاشى أما بقى وسط زي المية فجزيئاته أكثر تقارب من بعضها البعض وفي حالة من الانتظام بعيدا عن عشوائية جزيئات الهواء فمن الصعب جدا أنه نولد موجات صوتية جوه المية لكن لو تم تولدها بيبقى من السهل أنها تنتشر وتسافر لمسافات طويلة جدا وهي دي الحاجة اللي بتساعد الحيتان الزرقاء أنها تستخدم النبضات بتاعتها في الملاحة البحرية وكمان في رصد الفرائس وبالرغم من أنه أصلا من الصعب على الأذن البشرية التقاط صوت الحوت الأزرق إلا أننا لو افترضنا أن احنا هنسمعها فعقبال ما الصوت هيطلع من الحوت من قلب البحر ويسافر للسواحل والشواطئ هتكون الإشارة الصوتية ضعفت وماتت من زمان وده معناه أن كل اللي بيتم تدوله عن الأصوات الغامضة اللي تم رصدها على السواحل وأن مصدرها هو الحوت الأزرق لا أساس لها من الصحة على الإطلاق في الحقيقة الأصوات اللي تم تسجيلها في الفيديوهات المنتشر على السوشيال ميديا الفترة دي لو كانت مش مفابركة من الأساس فأحب أقول لكم أن دي مش أول مرة يتم سماع أصوات زي دي على السواحل وفي مجموعة من النمازج هنستشهد بيها دلوقتي علشان نوصل رسالة مهمة أن مصادر الأصوات دي بتطلع في النهاية أشياء بعيدة تماما عن الترهات المنتشرة بين الناس والأصوات دي تم رصدها عن طريق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والشهيرة باسم نوع واللي استخدموا فيها مجموعة من مكبرات الصوت شديدة الدقة بالإضافة لمسجلات الصوت النقية اللي بتتزرع في قلب المحيط واحدة من أغرب النمازج اللي اتعرض لها الباحثين في الإدارة الوطنية عام 1997 كانت الصوت اللي اتعرف بعديها باسم البلوب وساعتها تم التقاط واحدة من أكبر الإشارات الصوتية الغامضة بعيدا عن الساحل الجنوبي لأمريكا الجنوبية والغريب كمان أنه تم التقاط الصوت ده من نقطتين مختلفتين المسافة بينهم حوالي 4800 كيلومتر وكان الصوت وقتها أكبر بكتير من أي صوت معروف لأي كائن حي موجود في البحار وعلشان كده ما حدش قال إن مصدره أحد الحيتان أو الأسماك الضخمة ورجح الباحثين بعد شوية بحث ومجهود إن الصوت يشبه للغاية صوت كسر طبقات الجليد المتراكمة على الجبال الجليدية المستقرة في المحيطات المتجمدة ولو كان ده هو المصدر فعلا فبترجح الإدارة الوطنية للمحيطات إن الجليد ده هيكون عاين بين ماضيك برانسفيلد وبحر روس في القارة المتجمدة تاني نموذج معنا هو النموذج جوليا النموذج ده تحديدا هو الأكثر شيوعا وانتشارا في مختلف المناطق اللي بيتم فيها تسجيل الأصوات الغامضة على السواحل البحرية والصوت ده كان شبه صوت الأنين المطول كأن حد بيتألم من شيء في جسمه وتم رصد الصوت في 1 مارس عام 1999 في المحيط الهادي وتحديدا في المنطقة الاستوائية الشرقية والتقاط الصوت ورصده تموا عن طريق مصفوفة من مسجلات الصوت الموجودة في مكان واحد وعلى نفس المنوال كان الصوت أشبه ما يكون بصوت احتكاك قطع الجليد أثناء انهيار الأسطح الجليدية على الجبال ووصل البحثين في الإدارة الوطنية للمحيطات ساعتها إن ده كان صوت جبل جليدي بيتحرك في أرضية المحيط وكان هو السبب في صوت التزيق اللي شبه صوت الأنين ثالث نموذج للأصوات الغمضة اللي مصدرها أعماق المحيط هو النموذج أبسويب والصوت اللي تم رصده في النموذج ده كان يشبه صوت احتكاك أخصان الأشجار بشباك الغرفة لما الرياح تحرك الأخصان وتخليها تخبط فيه وتم سماع الصوت ده بشكل مستمر ومتقطع بنفس الكيفية اللي وصفها الناس على إنها أصوات للمخلوقات البحرية اللي عايشة في أعماق المحيط ويبدو للوهلة الأولى إنه صوت عامل زي سرينة إسعاف لكن بشكل مختلف شوية وتم التقاط الصوت ده في عام 1991 أما عن مصدره فرجح العلماء إنه كان بيحصل فوق منطقة بركانية تحت أعماق المحيط لكن البحثين لحد دلوقتي ما يعرفوش مصدر الصوت ده بالضبط وإيه اللي جوه البركان ممكن يخليه يعمل الصوت ده بالتحديد في ضوء الهرج والمرج اللي حصل بخصوص الأصوات اللي تسمعت على سواحل مصر الشمالية أصدرت وزارة البيئة تقرير رسمي بتنفي فيه كل المزاعم اللي تقالت عن إن الأصوات اللي تم سماعها في الفيديوهات هي للحوت الأزرق ودللت على كلامها بإن ترددات الأصوات اللي تصدر من الحوت الأزرق منخفضة بشكل يصعب على الأذن البشرية إنها ترصده وأردفت في التقرير إن الأصوات دي مفبركة وإنها مخلفة للأصوات اللي تصدر من الحيتان للتواصل مع بعضها البعض وزي ما عرضنا ليكم في نمازج لأصوات كتير بتصدر من المحيط تفسيرها بيكون بعيد تماماً عن الأساطير أو المخلوقات الغامضة اللي عايشة في أعماق المحيط هل يا طرى سمعت بنفسك قبل كده صد غامض صادر من أعماق المحيط؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعالوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية لسه هنا؟ عايش كده انت واحد من أهم المتابعين أو المتابعات وزمانكم دلوقتي اشتركتوا في قناة أسئلة نص الليل لكن لو بتحبوا الأساطير اشتركوا في قناتنا الجديدة عشوائيات أساطير واللي بنتكلم فيها عن الأساطير الفرعونية والإغريقية وغيرها من الأساطير وحكايات الشعوب وهتلاقوا رابط القناتين في صندوق الوصف تحت الفيديو سلام شكرا